السلام عليكم هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الرياضيات الصف السابع الجزء الثاني الوحدة السادسة الدرس السابع مساحة الدائرة صفحة 77 النتجات تجد مساحة الدائرة توظف مساحة الدائرة في حل مساء العملية مسبح قاعدته دائرية الشكل قطرها 4 متر يراد طبليتها ببلاط مربع الشكل طول دلعه 20 سنتيمتر كم بلاطة نحتاج؟ للإجابة عن السؤال يلزمنا معرفة مساحة الدائرة الشكل المجاور يمثل دائرة قدر مساحة الدائرة هل يمكن حساب مساحة الدائرة بشكل أدق؟ لمعرفة ذلك قم بالنشاط التالي أحضر علبة جبنة القطع فيها على شكل مثلثات رتب كل قطعتين بشكل متعاكس كما في الشكل المجاور نضع الرأس عند القاعدة للمثلث الثاني استمر في الترتيب وبنفس النمط لجميع القطع فتحصل على شكل متوازي أضلاع طول قاعدته باي نون قاف وارتفاعه نون قاف إذن مساحة الدائرة تساوي مساحة متوازي الأضلاع وتساوي طول القاعدة في الارتفاع باي نون قاف ضرب نون قاف تساوي باي نون قاف تربيع إذن مساحة الدائرة تساوي باي نون قاف تربيع حيث أن باي تساوي 3.14% تقريبا أو 22 على 7 مثال واحد جد مساحة الدائرة طول نصف قطرها 10 سانتي الحل مساحة الدائرة باي نونقاف تربيع وتساوي تقريبا 3.14 ضرب 10 تربيع 3.14% ضرب 100 وتساوي 314 تدريب واحد جد مساحة كل من الدوائر الآتية الدائرة الأولى قطرها 4 سانتي والدائرة الثانية نصف قطرها 20 سانتي الحل المساحة تساوي باي نونقاف تربيع 3.14 ضرب 2 تربيع وتساوي 12.56 سانتيمتر مربع الدائرة الثانية مساحتها باي نونقاف تربيع 3.14 ضرب 20 تربيع 3.14 ضرب 400 وتساوي 1256 سانتيمتر مربع مثال تنين دائرة مساحتها 616 سانتيمتر مربع احسب طول قطرها الحل المساحة معلومة والقطر مجهول نطبق القانون مساحة الدائرة تساوي باي نونقاف تربيع 616 تقريبا تساوي 22x7 ضرب نونقاف تربيع 7 على 22 ضرب 616 تقريبا تساوي 7 على 22 ضرب 22x7 ضرب نونقاف تربيع الضرب بمقلوب 22x7 نونقاف تربيع تقريبا تساوي 696 نونقاف تساوي 14 بأخذ الجذر التربيعي للطرفين ومنه فإن القطر 2 ضرب 14 يساوي 28 سنتيمتر لأن نصف القطر يساوي نصف ضرب القطر تدريب 2 دائرة محيطها 44 سنتيمتر احسب مساحتها محيط الدائرة يساوي 2 باي نونقاف 44 تساوي 2 ضرب 22 على 7 ضرب نونقاف إذن نونقاف تساوي 7 على 44 ضرب 44 إذن نونقاف تساوي 7 سنتيمتر المساحة باي نونقاف تربية 43 ضرب 7 تربية 43 ضرب 49 وتساوي 153.86 بالمئة سنتيمتر مربع تدريب 3 إذا كان قطر الدائرة التي تقع في منتصف ملعب كرة القدم يساوي 9 أمتار تقريبا جد مساحتها بدلالة باي المساحة تساوي باي نونقاف تربيع نصف القطر لهذا الملعب 9 على 2 وتساوي 4.5 إذن المساحة تساوي 4.5 تربيع باي وتساوي 20.25 بالمئة متر مربع تدريب رقم أربعة الشكل الآتي يمثل دائرتين متحدتين بالمركز نصف قطر الأولى 2 سانتي ونصف قطر الثانية 5 سانتي جد مساحة المنطقة المظللة باللون الأخضر المنطقة المظللة هي المنطقة بين الدائرتين الحل نحسب مساحة الدائرة الكبيرة ونطرح منها مساحة الدائرة الصغيرة باي نونقاف تربيع ناقص باي نونقاف تربيع 3.14 بالمئة ضرب 5 ضرب 5 ناقص 3.14 بالمئة ضرب 2 ضرب 2 78.5 ناقص 12.56 بالمئة وتساوي 65.94 بالمئة سانتي متر مربع فكر وناقش قامت يسرى بحساب مساحة الدائرة الممثلة في الشكل كما يلي دائرة قطرها 70 سانتي مساحة الدائرة باي نونقاف تربيع وتساوي 22 على 7 ضرب 7 تربيع 22 على 7 ضرب 49 22 ضرب 7 154 سانتي متر مربع هل توافق يسرى على هذا الحل؟ برر إجابتك الحل أكيد خطأ لأنها استخدمت في القانون القطر ولم تستخدم نصف القطر ونصف القطر في هذه الحالة 3.5 وليس 7 تمارين ومسائل صفحة 81 السؤال الأول جد مساحة الدائرة في كل مما يأتي الصورة الأولى دائرة قطرها 1 سانتي الصورة الثانية دائرة نصف قطرها 6 سانتي الصورة الثالثة دائرة قطرها 84 سانتي الحل مساحة الدائرة تساوي باي بنون قاف تربيع في الأولى نصف القطر نص سانتي نصف تربيع ضرب 3.14% تساوي 785 بالألف سانتي متر مربع الثانية نصف القطر 6 سانتي 6 ضرب 6 ضرب 3.14% وتساوي 113.4% سانتي متر مربع في الثالثة نصف القطر 42 42 تربيع ضرب 3.14% تساوي 5538.96% السؤال الثاني شطيرة دائرية الشكل نصف قطرها 15 سانتي جد كل مما يأتي بدلالة باي ألف مساحتها باي بنون قاف تربيع 15 ضرب 15 باي 225 باي سانتي متر مربع با محيطها 2 بنون قاف باي 2 ضرب 15 ضرب باي 30 باي سانتي متر السؤال الثالث مسبح قاعدته دائرية الشكل نصف قطرها 14 متر كم بلاطة مربعة الشكل طول ضلعها؟ 50 سانتي متر نحتاج لطبليط هذا المسبح؟ الحل نحسب أولاً مساحة الدائرة ومساحة المربع للبلاطة ونقسم مساحة الدائرة على مساحة المربع لنعرف كم بلاطة مربعة نحتاج مساحة الدائرة تساوي باي نون قاف تربيع باي ضرب 14 ضرب 14 وتساوي 615.44 متر مربع مساحة المربع يساوي الضلع تربيع 50 ضرب 50 ويساوي 2500 سانتي متر مربع ويساوي فاصلة 25 بالمية متر مربع 615.44 على فاصلة 25 يساوي تقريباً 2462 بلاطة السؤال الرابع سجادة دائرية الشكل نصف قطرها متران إذا كان ثمن المتر المربع الواحد عشر دنانير فما ثمن السجادة؟ أيضاً هنا نحسب المساحة المساحة تساوي باي نون قاف تربيع 13 ضرب 2 ضرب 2 وتساوي 12.56 متر مربع ضرب عشر دنانير تساوي 125.6 دينار السؤال الخامس املأ الجدول الآتي بالعدد المناسب السطر الأول الشكل المضلل دائرة كاملة نصف دائرة ربع دائرة مساحة الدائرة الكاملة كانت 64 باي سنتيميتر مساحة نصف الدائرة 64 باي على 2 وتساوي 32 باي سنتيميتر مساحة ربع الدائرة 64 على 4 باي وتساوي 16 باي سنتيميتر مربع محيط الدائرة الكاملة يساوي بما ان نصف القطر تربيع يساوي 64 اذا نصف القطر يساوي 8 المحيط يساوي 2 باي نون قاف اذا 2 ضرب 8 ضرب باي 16 باي اما محيط نصف الدائرة فيساوي 16 باي على 2 ويساوي 8 باي اما محيط ربع الدائرة فيساوي 16 على 4 ويساوي 4 باي سنتيميتر السؤال السادس حل المسألة الوالدة في بداية الدرس الحل مساحة القطع الدائرية يساوي باي نون قاف تربيع طول القطر 4 اذا نون قاف 2 3 و 14 ضرب 2 ضرب 2 يساوي 12 و 56 بالمية متر مربع البلاطة ابعادها 20 سانتي اي 2 من 10 متر المساحة 2 من 10 تربيع ويساوي 4 بالمية متر مربع 12 فاصلة 56 بالمية على فاصلة 4 بالمية تساوي 314 بلاطة ترجمة نانسي قنقر